قصة طويلة مؤسفة نذكرها للعبرة ثم لبيان الحكم الشعري جمع الأموال لتوظفها واستثمار غفلة الناس وتشوفهم إلى الربح السهل السريع وجمع أموال من زيد ومن عمر وتتراكم الأموال عند مستثمرها الموهوم ثم يفيق الناس على كارثة في البداية الدنيا ماشية حتى يستجلب المزيد من الأموال ورأينا من هذا صور الله في كالفرنة وغيرها مآسي يعني تسعر الحرائق في النفوس طبيب أسنان كان يعني كان يقول أنا احترق من عمري عشر سنوار كاملة والله عشر سنوار كاملة كل ما كان لدي من مال وضعته لدى هذا الرجل وفي البداية استدرجني أدي له مبلغ يطلع لي أرباحي بانتظام وأرباح عالية عشرين في المية خمسة وعشرين في المية شيء طبعا مغري الشهر بعدي أحط ملغ تيان يديني برضو الربح في نفس التخيل جينيا مشيا زي الساعة منتظمة جدا إلى أن دفعت ليه بكل ما ملكت يدي ودفع له غيري بكل ما ملكت يده وفجأة انشقت الأرض وابتلعت صاحبنا هذا واختفى من الشاشة تماما وأخذ كل ما يعني كسبته أيدي هؤلاء المسل قل لي والله عشر سنوات أجدح في طب الأسنان من عيادة إلى عيادة ومن وظيفة إلى وظيفة وكل ما جمعته انهار فجأة احترق فجأة فالسعيد من وعزه بغيره وذي القضايا مكرورة ومعادة وقديمة أولا عندما تشعر بربح غير عادي مفيش أربح عادية تددد عشرين خمسة وعشرين في المية لازم تعملك ألار منك تنولك لنضة حمراء يعني هي معنى وحب ديك خمسة وعشرين في المية انهي بنك في العالم انهي استثمار في الدنيا كلها يديك بصوة ومتظمة خمسة وعشرين دا كمين كمين محترم منصب لك لكي يستدرجك إلى شعابه المهلكة فانتبه يا رعاك الله وبعدين مسألة مهمة جدا توظيف الأموال كم بيتم بفقه القائمين على هذه الشيكات فقط هو شخص اسمه اكس من الناس لعنده هيدة رقبة شرعية ولما شيخ بيتبعش هيدة عمل ومن البنوك عنده هيئة الرقابة شرعية منك الإسلام فانت على الأقل تجعل هيئة الرقابة هذه حجة بينك وبين الله عز وجل تقول يا ربي أنا عامي لا أفهم في الفقه جعلت هؤلاء حجة بيني وبينك وقد بلغنا نبيك أن من أفتي بفتي غير ثبت فإنما إثمه على من أفتأه من أفتي بفتي غير ثبت فإثمه على من أفتأه فأنا يا الله أنا وثقت بهؤلاء منتسبين إلى العلم أسماء كبيرة رنانة أفت لنا بشرعية هذه الأعمال أنا لا قدرة لي على الدخول في التفاصيل فوثقت بهم وقلتهم أرجو أن أكون لك في هذا الرخص لكن هذه الشركات التي استطاعت أن تستدرج عشرات الآلاف من المخدوعين وأن تجمع أموالهم جميعا وأن تختفي بها في العصة المحيدة لا عندها لا فقه ولا مرجعية شرعية أقصى صورة ختها مع الشيخ فلان وينشرها على صفحته صورة بس صورة مع الشيخ صلاح صورة مع الشيخ الشعراء صورة مع إيش من الناس بصحية الصرادية هي جواز المرور إلى قلوب الناس وعقولهم ما هو برضو شيء من التعقل شيء من الوعي يا أحبابي فعندما ترى الأرباح بهذه الأرباح بهذه النسبة العالية جدا التي ليس لها نظيف في الواقع أعرف أن هذا كمين سوف تفيقه بعده على كارثة فأخونا هذا بيقول أحكم لي أمط المملغ كبير جدا جدا يعني قربنا المملغ إلا هو وضاع وبعد هذا بيقول لي ونسألوا لي حرم عليكم ما يمكن مسكين ما يمكن غلبان ما يمكن ما عندهوش حاجة ما يمكن معصر وإن جلد عصر فنظرة إلى ميسرة قصة طويلة بهذه الصورة على كل حال أنا فقط أوردت هذه القصة لأقول السعيد من وعز بغيره لا من وعز بنفسه إن رأيت هذه النسبة العالية جدا في الأرباح فاعلم أن هذا كمين ينصب لك فانتبه جدا واحذر ويعني المحافظة على إلمان مقصود شرعي الشرعي جاءت تحقيق مقاصد خمس حفظ الدين والنفس والمال والعرض يعني جاءت بتحقيق مقاصد كلية بهذه الصورة والمال أحد هذه المقاصد الكلية لكن الأحكام تبنى على غلبة الظن إذا غلب على ظنة إن هذا الرأي نصاب ودجال ومحتال ونصاب ويلم أموال الناس وربما يختفيه من هنا عشان يظهر في حتة تانية عشان يكرر الفيلم مرتين في منطقة أخرى فهذا ينبغي أن يضرب على يده ومن الحزم أن تضرب على أيدي أمثال هؤلاء حتى لا يقع الأغرار في حبائلهم يقولون نعم وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر توضع السيف في موضع الندى العفو يكون عن من يستحق العفو إنما العفو عن أمثال أولاء الذين لا يزالون في غيهم يعمهون وفي ضلالهم سادرون هذا ليس من الحزم في شيء اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم آمين